اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة منوها بأهمية الزيارة التي قام بها جلالة ملك الأردن إلى مملكة البحرين في دعم العلاقات الثنائية الوثيقة وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات لافتا إلى الدور المحوري الذي يطالع به الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة بعدها وجه مجلس الوزراء الشكر لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال على جهودها واستجابتها في التعامل مع أماكن تجمع الأمطار وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة الأشغال بالإسراع من الانتهاء من تنفيذ الحلول المستدامة للبنى التحتية في كافة مناطق مملكة البحرين وذلك في ضوء اطلاع المجلس على مذكرة المشتركة مرفوعة من سعادة وزير الشؤون البلديات والزراعة وسعادة وزير الأشغال موسيقى 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 ثم قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مستجدات تنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 والتي حضيت بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول الآليات والخدمات التي تقدمها الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاق بين شؤون الجمارك بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية الشقيقة وحكومة إقليم منطقة هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الصديقة بخصوص الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن وضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء القنصليات الفخرية بمملكة البحرين وآليات وشروط التعيين وتحديد المقار مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برعبة مقدم من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن تدشين المنصة الوطنية للحماية المدنية والتي تهدف إلى توعية المجتمع بإجراءات السلامة العامة ومعلومات تتضمن إرشادات توعوية وتثخيفية في كافة مجالات الحماية المدنية بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي الزيارة الرسمية لسعادة وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة الصديقة نتائج المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة نتائج المشاركة في المؤتمر الوزري التمهيدي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين كوب ثمانية وعشرين زيارة معالي وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة البحرين نتائج المشاركة في الاجتماع الحادي والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتائج المشاركة في المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر